بسم الله الرحمن الرحيم فيديو النهاردة عن ضبط ساعة الهاتف على التوقيت الصيفي كتير مننا في الفترة اللي فاتت لما الساعة تغيرت من التوقيت الشتوي للتوقيت الصيفي حصل عنده لخبطة في الموبايل الموبايل فضل على الساعة بتاعة التوقيت الشتوي وكتير حاولوا يحلوا المشكلة دي لكن ما تحلتش معه النهاردة ان شاء الله هنقدم الحل المشكلة دي بمنتهى السهولة اول حاجة هنعملها هندخل على الاعدادات وحنكتب في البحث اما الوقت او الساعة او ضبط الوقت على حسب نوع الموبايل اول ما كتبنا الوقت ظهر عندنا ضبط الوقت او بندغط عليها بيفتح معنا الصفحة دي هنلاقي التاريخ والوقت التلقائي متفعل والمنطقة الزمنية التلقائية متفعل طول ما دول متفعلين احنا ما نعرفش نصبت الوقت لان هو بيتفعل بشكل تلقائي فاول حاجة بنعملها بنقفل المنطقة الزمنية التلقائية وبعدين بنضغط على تحديد المنطقة الزمنية القاهرة هنا في الفرق بينها وبين جرينيتش ساعتين احنا هندور على اقرب بلد الفرق بينها وبين جرينيتش 3 ساعات هنلاقي هنا عمان الاردن فهندغط عليها هنلاقي الساعة اتضبطت بشكل تلقائي على التوقيت الصيفي يبقى هنا كانت المشكلة كلها اننا نضبط المنطقة الزمنية برضو هنعمل حاجة تانية كمان من القائمة المنسادلة هنا هنجيب الجي بي اس لو مش موجود هنضغط على تحرير ونجيب الجي بي اس بالشكل ده ونفعله فهيزبط الساعة بشكل تلقائي على عمان كمان برضو للي عايز يزبط الوقت يدويا لازم نقفل التفعيل ده التاريخ والوقت التلقائي ونضغط على ضبط التاريخ هنلاقي هنا ده تاريخ اليوم والشهر والسن بنختار الشهر بتاعنا وده ضبط الوقت هنلاقي هنا الدقايق وجنبها الساعات وجنبها صباحا او مساء بكلا نبقى تعلمنا النهاردة طريقة ضبط الوقت على التوقيت الصيفي على الموبايلات الاندرويد ارجو ان الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتم لو لا حضراتكم اي استفسرات اكتبوها لي في التعليقات وانا يسعدني الرد عليها شكرا لكم على حسن المتابعة اذا اعجبكم الفيديو ادعمونا بلايق ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس على الكل ليصلكم بكل جديد كان معكم حسين جميل من قناة المعرفة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة